اهلا بكم الى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين توقفت البورصة الرئيسة في سوقي الكفاح والحارفية في العاصمة بغداد اليوم السبت عن التداول بسبب اجراءات حضر التجول الشامل وقالت مصادر الصحفية ان اسعار بيع وشراء العملة استقرت في محال الصيرفة في الاسواق المحلية التي فتحت بعضها ابوابها في بغداد عن سعر بلغ نحو 147.250 دينار عراقيا بينما بلغ سعر الشراء 146.250 دينار لكل مئة دولار امريكي مضيفة ان بورصة اربيل لم تشهد اليوم تداولا بسبب وجود عطلة رسمية فيها قال النائب في البرلمان محمد الشاع السوداني ان نحو 17 مليون عراقيين تضرروا من قرار الحكومة والبرلمان بخفض سعر صرف الدينار العراقي واضاف السوداني ان اكثر من مليون واربعمائة الف اسرة تحت مستوى خط الفقر تستلم اعانات النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية اي ما يصل الى نحو 6 ملايين شخص يضاف اليها نحو مليون طلب لشمول الجديد ما يضيف نحو 4 ملايين شخص الى ما دون خط الفقر دعت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودة الى انشاء وحدات لضبط المواد المستوردة وفرض ضرائب على السلاع في وسط وجنوب العراق وقالت ان التهريبة لم يتوقف حتى الان من كردستان العراق ما يؤدي الى ضرر بالغ للمنتجات المصنعة في بقية المحافظات مبينة ان من غير الممكن اعطاء رسائل تطمين للصناعات المحلية والمستثمرين دون حماية لمنتجاتهم امام المستورد ودعت النائبة الى انشاء وحدات لضبط المواد المستوردة في المحافظات الوسطى والجنوبية وفرض ضرائب تسهم في دعم خزينة الدولة وتدعم المنتجات الوطنية من الناحية التنافسية ويعاني العراق من تدفق المواد المستوردة والممنوعة من الاستيراد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وقع العراق ولبنان اتفاقا ينص على توفير بغداد النفط لبيروت مقابل خدمات طبية واستشفائية وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه وزير الصحة العراقي حسن التميمي ونظيره اللبناني حمد حسن يتلقى لبنان نحو 500 ألف طن من النفط العراقي مقابل مشاركة خبراء لبنانيين وفرق طبية لبنانية في إدارة مؤسسات طبية عراقية فضلا عن التدريب الطبي في وقت تشهد فيه المؤسسات الصحية العراقية تهالكا كبيرا ونقصا حادا في الأطباء والأدوية والتجهيزات الطبية أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة إلى نحو 88 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي وذكرت الإدارة في تقرير لها أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت نحو 5 ملايين و 500 ألف برميل يوميا وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 88 ألف برميل يوميا منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 105 ألاف برميل يوميا وصلت أسعار النفط ارتفاعها رغم الأنباء عن توصل مجموعة أوبك بلس إلى اتفاق بالتخفيض التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر آيار المقبل وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.87% ليسجل 61.45 دولارا للبرميل في حين صعد خام برينت بنسبة 2.12% ليسجل 64.86 دولارا للبرميل وفقا لبيانات شبكة بلومبرغ الأمريكية ختام المجز إلى اللقاء